قرر مدعي عام عمان توقيف مديرة مدرسة فيكتوريا وسبعة أشخاص من المدرسة ومن وزارة التربية والتعليم على خلفية حادثة البحر الميت التي راح ضحيتها واحد وعشرون شخصا رئيس النيابة العامة القاضي محمد الشريبي قال إن مدعي عام عمان ونتيجة للتحقيقات التي أجراها في قضية حادثة البحر الميت تبين له وجود مخالفات وإهمال من قبل الدائرة المعنية بوزارة التربية والتعليم والمسؤولين الإداريين في المدرسة وشركة السياحة التي نظمت الرحلة وعلى ضوء ذلك قرر المدعي العام توقيف الأشخاص الثمانية وإسناد تهمة الجرائم الجزائية للمسؤولين ولفت الشريدي إلى أن المدعي العام يواصل تحقيقاته في القضية لتحديد مسؤولية آخرين وكان مجلس النواب رفض يوم أمس إحالة تقرير لجنة التحقيق النيابية بحادثة البحر الميت إلى الإدعاء العام وقرر بالإجماع إحالة التقرير إلى الحكومة